بسم الاب والابن والروحة القدسة الاله الواحد امين احنا موضوعنا نهاردة بنعمة ربنا عن بنت الملك بنت الملك دي مواصفاتها ايه وامكانياتها ايه ولما بتيجي تتعامل في العالم اللي ماشي عكس اتجاهها بتتعامل معه ازاي وبتغلبه ازاي هارا الاول جزء من رسالة معلمنا من انجيل معلمنا يوحن البشير الاسحاح 15 بيقول ايه بيقول انتم احبائي ان فعلتم ما اوصيكم به لا اعود اسميكم عبيدا لان العبد لا يعلم ما يعمل سيده لكني قد سميتكم احباء لاني اعلمتكم بكل ما سمعته من ابي ليس انتم اخترتموني بل انا اخترتكم واقنتكم لتذهبوا وتأتوا بثمر ويدوم ثمركم لكي يعطيكم الاب كل ما طلبتم باسمي بهذا اوصيكم حتى تحبوا بعضكم بعضا ان كان العالم يبغدكم ان كان العالم يبغدكم فاعلموا انه قد ابغدني قبلكم لو كنتم من العالم لكان العالم يحب خاصته ولكن لانكم لستم من العالم بل انا اخترتكم من العالم لذلك يبغدكم العالم اقول تاني الاية الاخيرة دي لو كنتم من العالم لكان العالم يحب خاصته لكن لانكم لستم من العالم بل انا اخترتكم من العالم لذلك يبغدكم العالم والمجد لله دائما ابديا امين مين احنا اول حاجة واضحة في الجزء اللي احنا قرناه ان احنا مش من هذا العالم ولكن احنا مختارين منه بدي اول حاجة احنا مش من هذا العالم زي ما انتوا كنتوا بتقولوا في الترتيلة انا مش من هنا احنا مش من هذا العالم لكن احنا مختارين منه مجموعة كده منطقاء يجي ناس تانية يقولولك ايه يقولولك يعني ايه يعني انتوا شعب الله المختار يعني اه ولكن مش بمعنى ان احنا نتكبر على غيرنا ولا بمعنى ان احنا جماعة مقفولة على نفسها لا ده شعب الله المختار ده بابه مفتوح لكل الناس اللي تحب تنضم ليه زمان اليهود كانوا فاكرين نفسهم شعب الله المختار بس لكن كان فيه وصايا في العهد القديم يا جماعة بتقول انه فيه ناس تحب تنضم لشعب ربنا تنضم مش مقفولين على نفسهم سيد المسيح جاي سيد المسيح جاي يفتح حضنه للناس كلها كلهم كل الاجناس وكل الاشكال والالوان والاعمار وقال من يقبل اليه لا اخرجه خارجا لكن اللي يحب ينضم بالشعب بتاع المسيح لازم يلتزم بدستور المسيح كلام من ربنا في كتاب المقدس لازم يلتزم بالقداسة لازم يلتزم بوصايا المسيح اللي فيها المحبة وفيها الوداعة وفيها الطهارة وفيها التواضع لازم يلتزم يعني احنا مش من هذا العالم احنا مختارين لكن فيه واحد تاني عايز يدخل ربنا مش هيختاره هيختاره اي انسان عايز يدخل لحضن المسيح المسيح ما بيقولوش لأ ولما بيدخل يبقى من ضمن الايه المختارين يبقى احنا دي اول حدث احنا مش من هذا العالم لكن احنا مختارين من هذا الايه العالم نبقى خاصة ربنا نبقى بتوعه نبقى بتوعه يعني ايه بقى نبقى بتوعه يعني نمرت واحد نبقى مولودين منه اذا كنا هنبقى ولاده نبقى لازم نكون مولودين ايه منه يعني ازاي نتولد منه هو الله روح يبقى لازم نكون مولودين من فوق ميلاد روحاني ميلاد ايه روحاني بابا وماما ولدوني ميلاد جسداني لكن لازم اتولد مرة تانية ميلاد ثاني من فوق مرة ربنا يسوع قال لني قد يموسي الكلام ده قال له بص المولود من الجسد جسد هو والمولود من الروح هو ايه روح ان انت متولدتش مرة ثانية من الماء والروح ما تقدرش تدخل السماء مايبقاش لك ميراس في السماء وعنك الروحية ما تتفتحش عشان تشوف الروحيات عشان انت مش مولود من فوق فولاد ربنا بقى لازم يتولده تاني في جزء جميل كده في انجلي بيقول ايه بيقول اما الذين قبلوه فاعطاهم سلطانا ان يصيروا اولاد الله اي الذين يؤمنون باسمه الذين ولدوا ليس من دم ولا من مشيئة جسد ولا من مشيئة رجل بل من الله ايه ولدوا باولاد ربنا مولودين من ربنا طب انا ليه اب انا متسمي باسمه ينفع ابويا يولدني من غير ام لا انا ليه ام ولدتني لبابا صح لما كون انا هتولد وتسمى باسمه بابا لازم يكون في ايه ام تولدني صح كده برضو كده لعشان نتولد نبقى ابناء الله لازم يكون في ايه ام تولدنا لربنا مين الام دي انتم معايا ولا مش معايا مين الام دي الكنيسة برافو من غير الكنيسة مش ممكن نتولد لربنا ولا نبقى ابناء ربنا زي ما انا من غير مامتي مش ممكن كنت تولد وتسمى باسمه بابايا صح كده يبقى محتاجين يكون في ايه ام مينفعش واحدة هتبقى بنت ربنا الا لما يكون لها ايه ام تولدها المين لربنا ام عندها بطن بتولد منها صح كده احنا امنا هي ليه الكنيسة والبطن بتاعتها فين معمودية بتولد منها دي البطن بتاعتها اللي بتولد منها ولما تولد مش تولد وترمي دي بتولد الام بتولد وترمي يا جماعة بتردع وتكبر وتنظف وترعى وتكبر كده حد لما الايه وتربي لحد لما ولادها يكبره اش كده برضو برضو بالزبط كنيسة بعد ما تولدنا كتير يتردعنا اللبن غير الغاش اللي هو تعلمها تعلمها المقدسة وتغزينا من اسرارها المقدسة يطلع من المعمودية الطفلة او الطفلة على الايه على المسبح يتغزة ويتعلم وندخل مدارس الاحد ونتعلم ونحضر القدسات والعشيات ونعيش في الجو الكنيسة وتعليم الكنيسة تغزينا يبقى احنا بنبقى مولودين من ربنا والولادة دي لازم ام تولدنا اللي هي الايه الكنيسة تولدنا من المعمودية من الرحم بتاعها من بطنها وعدين تغزينا وتربينا وترعانا ولو شايفانا بنعمل حاجة غلطة ولنا لا ده غلط خلي بالك يا فلانا دي حاجة تضرك دي حاجة انت تلعتي من المعمودية لابسة سياب العرس اللي هتتزافي بيها للمسيح الحاجات دي توسخ سياب العرس كلمة الوحشة ولا الكذبة ولا شتيمة ولا الكراهية في القلب ولا اي حاجة وحشة توسخ سياب العرس وهكذا يبقى احنا اتولدنا من فوق من المعمودية امنا الكنيسة ولدتنا المين لربنا لان الكنيسة هي عروس المسيح زي ما مامتي كانت عروس بابا وانجبتني لبابا بقيت متسمي باسم بابا فالكنيسة كده بتولدنا عشان نتسمى باسم ربنا ونبقى ايه اولاد الله بس كده لا ده الكنيسة بتعمل معنا حاجات تانية كمان بتكرسنا نبقى مخصوصين لربنا مخصوصين لربنا يعني ايه بعد المعمودية رشمنا بلايه بالميرون مسحة الميرون دي بنسميها التتشين بندشن بنقدس بنكرس ابونا بيرشمنا بالزيت المقدس زيت مسحة الروح القدس في كل اعضاءنا ومفاصلنا يعني واحد اثنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية دول في الراس ماشي تسعة هنا عند القلب عشر عند السرة ورشمين في البط حداشر في الظهر حداشر واثناشر اثناشر ونحط عليهم ستة فاربعة فاربعة وعشرين على الاثناشر يجبوا ستة وتلاتين ستة يعني كل مفصل كل طرف بياخد ست رشمات على الست مفاصل التلات مفاصل الكبيرة بتاعته يعني مثلا الدراع ده رشمين عند الكتف رشمين عند الكوع رشمين عند الرؤوس ونحية التانية زيه والرجل زيه وعند مرفق الفخد وعند الركبة وعند الأنكل وعند مرفق القدم عندنا كل الحركات والمداخل والمخارج توقع مدشنا ربنا فبقينا مكرسين لربنا مش بس كده ده أعضاءنا دي ما ده متختم عليها بختمة ربنا بقت أعضاء المسيح أنا لما بحب أقول إن ده بتاعي أكتب عليه إيه اسمي أو أختم عليه بإيه بختمي فكل الجسم أعضاءنا بقت أعضاء إليه المسيح واحنا بقينا مولودين من فوق بقينا أعضاءنا أعضاء المسيح حاجة يا مهم إن إحنا مدام بقينا أبناء فنبقى إيه ورثة نبقى إيه ورثة نورس يعني أنا أقف كده معلشة عشان خطر أساعدكم على التركيز في حاجة بيسموها الشوشرة البصرية غير الشوشرة السمعية غير الشوشرة الفكرية الحركة بتعمل شوشرة بصرية تخلي الناس تفقد تركيز أي حد يتحرك قدامي يعمل شوشرة على عناية فيشوشرة على تركيزي على طب شكده في الكنيسة دايما مطلوب إن ما فيش حد يتحرك أبدا دخلت مثلا للقداس أقف مكاني مريش دعوا بحد ما تحركش غير ساعة التناول أروح أتناول وأرجع مكاني أثبت في مكاني شامي حصلتش شوشرة البصرية وما بقاش عصر الحد بإن أنا شوشرت على تركيزه فإحنا اتفقنا إن إحنا مختارين من هذا العالم لسنا من هذا العالم لكننا مختارين منه حاجة تانية إن إحنا مولودين من فوق من الماء والروح مولودين بحسب الروح ومكرسين لربنا وأعضانا باية أعضاء المسيح حاجة تانية مهمة إن إحنا بقينا أبناء والابن يورس طب لو فيه واحد يشتغل عندنا يورس لو فيه عبد ولا خدام ولا حاجة زي كده يورس لا لكن الإبن يورس يعني يعني يشترك مع أبوه في كل ما يملكه أبوه يورس فإحنا بقينا أبناء الآب نورس ميراس الملكوت نورس المنت نورس الأمجاد السماوية نورس الأمجاد ليه طب واللي لسه عبد يورس لا ده مفيش غير الأرض ويتخنق عليها ويتخنقوا مع بعض عايزين ايه ده ياخد أكتر وده ياخد أكتر ملهمش ميراس تاني فبيتخنقوا على الأرضيات لكن ولد ربنا عمرهم ما يتخنقوا على الأرضيات لأن لهم ميراس فين في السماوات صح ما يتخنقوش في جزء جميل بنصليه في صلاة باكر ياريت نكون المزمور ده بنصليه كل يوم لو المزمور رقم 15 في صلاة باكر بيقول ايه بيقول الرب هو نصيب ميراثي وكأسي هو ربنا ده نصيبي وميراثي وكأسي يعني كأس ده إشارة لكل ما أنا هاخده يعني حاجة بتتميليلي وأنا بشربها يعني حاجة كل اللي أنا هاخده الرب هو نصيب ميراثي وكأسي أنت الذي ترد لي ميراثي وكأسي حبال المساحة وقعت علي من الأعزاء وأن ميراثي لسابت لي أشرح حبال المساحة اللي هي حبال كده كانوا بيئيسوا بيها أطوال طول وعرض الأراضي الزراعية أو الأراضي اللي بيبيعوها ويشتروها يعني فبيقول إيه في المزمور بيقول حبال المساحة دي نزلت علي من الأعزاء يعني من الأقارب جالي ميراث كده قالوا لي عمك ولا باباك ولا مش عارفة كان عنده حطة أرض وانتي ليك فيها قد كده لا 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 أنا ما تفرقش معي أنا ميراثي سابت لي أنا ميراثي في السماء مش في الايه مش في الأرض فلان أخذ فلان ما خدش جالي زي ما ما جاليش مش فرقة معايا لأن أنا ميراثي ايه سابت لي حبال المساحة وقعت علي من الأعزاء أنا باشر حواعش لما نيجي نصلي المزمير نفسي لو حاجة ما فهمناش في المزمور نسأل فيها مش نسيب المزمور وندور على حاجة تانية لا نسأل عشان نفهم ربما بنصلي بفهم حبال المساحة وقعت علي من الأعزاء وان ميراثي لسابت لي وبارك الرب الذي أفهمني شكرك يا رب أسبحك لأنك انت ايه فهمتني مش هتخانق أبدا على الأمور بتاعة الأرض فلانا خدت مني وفلانا خد مني لا 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 فبحنا مولودين من فوق مرشومين بالميرون ومكرسين لله وأعضاءنا أعضاء المسيح وميراثنا ميراث سماوي الحياة الأبدية أيضا إحنا بقينا خاصة ربنا يعني بقينا في حمايته بقينا بتوعه هو رفقنا هو صديقنا هو حامينا هو مشبعنا هو معزينا هو كل في الكل وماشي معنا مش سيبنا أبدا اوعوا تفتكروا إن إحنا عشان غربة عن العالم هنعيش متنكدين لا ده إحنا عايشين أسعد ناس في الدنيا أنا موقف علشان بصيلي بصيلي بس بصيلي بلان ما خليك تقومي توقفي بس بصيلي الحاجة التانية اللي أنا كنت بقول عليها إن إحنا في حماية إلهنا الحلو ده اللي حياته كلها عشاننا اللي بيحمينا اللي بيعزينا اللي بيوكلنا اللي بيشربنا طعام روحي اللي بيعزينا في وسط الصعوبات اللي إحنا بنشوفها في العالم بنشوف حاجات صعبة في العالم لكن إحنا مش خايفين بنشوف مقاومة في العالم لكن إحنا برضو غالبين لأن هو إيه غالب لأن هو إيه غالب فألسقه أنا قد غلبت العالم فلأنه هو غالب العالم إحنا معاه غالبين إحنا معاه إيه غالبين في آية بقى جميلة جدا 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 في سفر الرؤية بتقول إيه بتقول وجعلنا الله ملوكا وكهنة لله أبي السيد المسيح جعلنا ملوكا وكهنة لله أبي يعني ملوكا وكهنة تقولي لي يعني ملوكا ممكن نفهمها بلس كهنة مش هنفهمها ملوكا يعني ايه يعني بقينا أعضاء في الملكوت يعني بقينا أولاد الملك أولاد الملك يبقى ايه ملوك وملكات أنت ملوك ولا ملكات ماشي فأحنا بقينا ملوك لأننا بقينا أولاد ايه الملك بقينا ملكات لأننا بقينا أولاد ايه الملك أنا أقولها بالمذكر عشان عشان إحنا في السماء مفيش مذكر ومؤنس في السماء مفيش ذكرا وأنثى في السماء كلنا زي الملائكة مفيش جنس مذكر وجنس مؤنس في السماء فاحنا بقينا ملوك لأننا بقينا أولاد الملك طب وكهنة احنا كهنة نعم خدام لربنا كويس الرابطي من المعنى بصوا يا جمعة فيه فرق بين الكهنوت العام والكهنوت الخاص الكهنوت العام ده كل أولاد المسيح اللي اتكرسوا بالميرون بقوا كهنة بقوا مكرسين لله وكلهم مرشومين بالميرون وكلهم هيكل للروح القدس يبقوا مكرسين لله ما الكهنة ده رجل الله ده الكهنوت العام نرفع زبائح روحية من على مسبح قلوبنا ونطلب ونتشفع في العالم كله مش الكهن يعني شفيع فاحنا بقينا بنتشفع في العالم كله ونصلي من أجل الهوى ومن أجل المية ومن أجل الزروع ومن أجل سلام العالم ومن أجل حجات كثيرة خالص بنتشفع لكن الكهنوت الخاص ده حاجة السيد المسيح مختار مجموعة بيسميهم الوكلاء بتوعه وكلاء سرائر الله بيديهم سلطان معين بيديهم مسئولية معينة بيختار التلاميذ وبعدين التلاميذ بقوا يضعوا اليد على ناس ويدوهم هذه الموهبة ده الكهنوت الايه؟ الخاص لكن احنا جعلنا كلنا ملوكا وايه؟ وكهنة ملوك لاننا ولاد الملك كهنة لاننا بقينا مكرسين ايه؟ لا الله اوكي؟ فاحنا بقينا ملوك وكهنة يعني المفروض نحافظ على الايه؟ على النعمة اللي احنا عايشين فيها دي طبعا بنت الملك دي مينفعش تبقى علاقتها بباباها ضعيفة لازم تكون دايما على اتصال بيه بتكلمه في الصلاة بتسمع صوته في الانجيل بتتناول جسده دمه فتثبت ايه؟ فيه ده وضع بنت ربنا تعالوا بقى نشوف العالم العالم السيد المسيحي لنا لا تتعجبوا ان كان العالم يبغدكم العالم بيبغدنا لكن طياراته اللي ضدنا دي ما تقدرش علينا ما تقدرش ما تقدرش عايزك تكوني وثقة جدا في ربنا وعند قوة وشجاعة من طيارات العالم ما تقدرش علينا المبادئ اللي جواكي روح الله اللي جواكي نعمة البنوة التي عايش فيها العالم ما يقدرش عليها لا يقدر ما يخلكيش بنت ربنا ولا يقدر يكسر المبادئ اللي جواكي ولا يقدر ينزع روح ربنا من جواكي ما يقدر ما يقدر ولا ضرب بنا أقوية وغلبين بنقول عليهم دايما تشبيهين تشبيهين حلوين تشبيه الأول تشبيه السفينة اللي ماشي فوق الأمواك ماشي ايه فوق الأمواك الأمواك تضرب تضرب مش مشكلة هي فوق الأمواك واخدة سكتها واخدة ايه لما تكون واخدة سكتها وماشية عمرة ما الأمواك تلعب بيها تلاقيها هي اللي بتخبط الأمواك وتفلقها كده مصين وتعدي فيها مين ركب سفينة كبيرة بأخرى يعني ما ركبتوش مع النكو اسكندرانيين البواخر الكبيرة ما تيجي تبصي أنا ركبت فما تيجي تبصي كده هي ماشية في البحر تلاقيها بتخبط بتشؤ البحر كده بالمقدمة بتاعتها والأمواك ولا حاجة وخطة ولا حاجة يعني مهما كان البحر هايج ممكن يعني تحسي بس كده شوية كده ايه حركة بسيطة كده بس لكن الأمواك تحتيها تحتيها وهي فوق واخد سكتها ولاد ربنا كده بنت ربنا ماشية كده زي السفينة القوية اللي بتشؤ الطريق ما فيش حاجة تغلبها ولا حاجة تهزها ولا حاجة تقف وصدها برضو التشبيه التاني الجميل اللي بحبه قوي تشبيه السمكة سمكة حية عيشة في البحر بصوا محتفظة بلحمها حل في وسط البحر المالح البحر ميته حدقة لكن السمكة لحمها ايه حل تدقي طعمها تريق الله بالزبط ولاد المسيح كده وبنات المسيح كده ماشيين في البحر بتاع العالم بس العالم ما بيدخلش بوه ولا بيغير طعمهم ولا بيغير طبيعتهم ده المية دي لو دخلت في اللحم تفسده لو احنا سيبنا المية تدخل السفينة تغرقها ولو المية الملحة دخلت على لحم السمكة تموتها لا ولاد ربنا يحافظوا على نفسهم ماشيين واخدين سكتهم كده ومحافظين على حلاوة لحمهم على حلاوة قلبهم على حلاوة طبيعتهم الطهرة المقدسة المليانة محبة طب أنا لو فيه كراهية دخلت قلبي يبقى اللحم بقى حلو ولا بقى فيه حاجة كده مش مزبوطة الطعمها مش حلو السمكة ما حافظتش على نفسها لا احنا عايزين السمكة تحافظ على نفسها مشية في وسط العالم ما تشتكيش ما تقولش أصل المية بتاعة البحر طعمها مالح وحادق فأنا هعمل ايه بوزت اللحم بتاعي لا العالم طبيعته انه هو مية ملح لكن ولد ربنا محافظين على نفسهم محافظين على ايه على نفسهم عشان كده آخر حاجة أتكلمكو فيها حاجة أنا بحب أسميها المصارات الآمنة المصارات الآمنة وسط العالم يعني دايما نقامشي في سكة السليمة النظيفة النظيفة الدغري المستقيمة نمشي في المسارات الايه الآمنة في مثل مثل بلدي كده يعني بس مثل صح بيقول ايه من خاف سلم من خاف ايه سلم يعني اللي يخاف يبقى خد طريق السلامة المثل ده مش معناه ان الانسان يترعب الخوف هنا معناها الحذر معناها لايه الحذر والحرص يعني انا لو انا ماشي في سكة وكل الاماكن مش نظيفة انا لو مشيت كده وحكيت كده هدومي ايه هتبوز هتتوسخ مش كده برضو ولو سكة هنا فيها سلك شايك وانا عدت كده باستهتار ومشيت كده وعديت مش السلك هايشبك يقطع للجلبين هيقض هيبها ده الهدومي وانا لو ماشي في سكة فيه مولعين نار ما عاش بيتدف ولا بيعمل وفيه نار هنا وفيه نار هنا لو انا مشيت كده باستهتار مش ممكن النار تشبك في هدومي ممكن ما تبوزيش بس هدومي ممكن تولع فيها ممكن اضيع صح يبقى الحذر والحرص مهم جدا وإحنا عايشين في العالم ده تفقنا ان احنا مش من هذا العالم والعالم فيه شر والعالم بيمشي ضدنا والمسيح مختارنا من العالم ومحافظ علينا لكن احنا لازم كمان نكون ايه حريصين بنمشي في المسارات الايه المسارات الايه الامنة المسارات الامنة مش همشي في اي سكة مش همشي فيه مخاطر يا جماعة زي ما بقول لكم كده فيه سكة هتلوس هدومي فيه سكة هتشبك في هدومة جبني الورا فيه ممكن ألاقي فخ رحمة كعبلة فيه رجلة تكسر ما عرفش أكمل طريقه فيه نار فيه أشواق فيه أسر فيه حدات كده أنا لازم أدور على المسار الامن وأمشي فيه مش كده برضه طب لو حقا كده فيها مخاطر لا ممشيش فيها دي مش سكتي عيف لا أنا عايز تخديني فين لا دي مش سكتي لا السكة دي أنا معرفهاش أسأل الأول قبل أنا أمشي فيها المشوار دا أنا مرحتوش قبل كده استني أسأل الأول المشوار دا هيكون كويس للخير ولا هيجبني الوراء صح يا جماعة المسارات الآمنة فيه مثل بقى أنا بحب إيه أقوله أختم لكم بيه إحنا كأننا ماشيين في حق لألغام عارفين حقول لألغام أنا شرحت المسأل دا قبل كده لناس كتير سعيدوا تاني عشان اللي مسمعوش بصوا جماعة فيه من ضمن الأسلحة اللي موجودة حاجة بيسموها الألغام الألغام دي درسي يعني عسكري شوية الألغام دي على نوعين فيه نوع يعني فيه أنواع تانية طبعا مختلفة بس يعني دول النوعين الكبار المشهورين فيه نوع قد قدت أيدي كده دا بيسموه لغام مضد للأفراد للأشخاص للبنات مين يعني وفيه نوع كده عمزال حلة متوسطة الحجم دا بيسموه ألغام مضد للدبابات والمدرعات اللغم دا بحسن اللي هيدوس كده فيها بيبقى زي سستة كده لو داس وشرجله زي سستة الألم لو داس وشرجله الدائرة بتاعة الكنبلة تتوصل ببعضها فتروح منفجرة طبعا لما بتنفجر كنبلة صغيرة بتنفجر في واحد مباشرة من تحت كده بتنموته يعني نادر جدا لو واحد حس وهو بيدوس برجله بصوت اللغم فبيبعد جسمه شوية طبعا يعني حاجة صعبة قوي المنظر بيبقى صعب جدا يروح بعد جسمه شوية وناطط يعني بعيد فاللغم بيطير رجله بس ويمفروض بقى يتلحق بسرعة لو الإسعاف ملحقش بسرعة ان هو يوقف له النزيف ويقطع له رجله انه بيشيل رجل ده على افضل تقدير غالبا هو بيموت لغم بينفجر قنبلة تنفجر ولو دبابة عدت على حاجة مضادة للدبابات اللي هي الكبيرة دي بينفجر في الدبابة ويموت كل الناس اللي فيها احنا يا جماعة عايشين في وسط العالم الشيطان ملغمه انتو فاهمين يعني مثلا ايه لم يكونوا في الحرب العالمية التانية مثلا كان الالمان بيحربوا الانجليز الالمان ومعهم ناس والانجليز ومعهم ناس وانجلترا كانت هنا في مصر فكانوا بيحربوا الانجليز اللي هنا في مصر مع احنا وقعنا في خدونا في رجليه فنزل رومل رحتوا مرسى مطروح نزل رومل ده قائد الماني راح مرسى مطروح نزل بالجيش بتاعه الماني كانوا قوية جدا معهم طيارات ومعهم حاجات نزلوا على مرسى مطروح وبدأوا يزحف ويزحف ويزحف دخلين على الدلتة اسكندرية والقاهرة وكذا فالانجليز علشان خطر يوقفوا الزحف بتاعهم عملوا حقول الغام حقول الغام دي بتبقى زي خط دفاع يعني الغام والمنطقة اللي عند العالمين دي لغموها المهم ان طبعا المان عملوا معركة كبيرة مع الانجليز وتهزم لكن دايما حقول الغام دي تبقى زي خطوط دفاعية بتتزرع مزالة حقول الغام دي موجودة مش عارفين عايزة عايزة شغلان عشان تطهير حقول الغام هشرح لكو دلوقت برضو اسرائيل لما كانت واحتلة سينة كانت بعد خط قناة السويس كده على طول عمل حقول الغام علشان الجيش المصري لو عبر القناة وعدها حقول الألغام تنفجر فيهم وبعدين دي حاجة خطيرة جدا يبقى محدش عدي لا في وسائل ازاي نطهر حقول الألغام ونعمل مصارات آمنة اول احكي لكم حكاية حصلت معايا زمان 12 13 سنة كنا مرة مع الشباب كنت نسى خدم يعني شباب ونعمل لسينة نروح سنتي كاترين ونروح شواطئ هادية هناك فواحنا رجعين من النوابع في يوم من الأيام خلصنا الرحلة وراجعين كنا بنرجع بالليل علشان الدنيا حر جدا جدا في سينة فلو مشينا بالأوتوبيس طبعا مش مكيف حاجة على قدنا كده لو مشينا بالأوتوبيس في النهار فالأوتوبيس هي ايه حنتسلق جوه فكنا بنمشي بالليل فتحركنا من النوابع في ساعة تسعة بالليل ولا حالا وصلنا عند قرب قناة السويس كده على النفق اللي احنا هنعدي منه تحت قناة السويس الساعة خمسة الصبح طبعا نومة الأوتوبيس انتوا عارفين فيعني متكسرين وكان النفق وقتها ما بيتفتحش 24 ساعة كان بيقفل بالليل 8 بالليل ويفتح 6 الصبح يعني وصلنا بدري شوية وفي ساحة انتظار كده أسفلت ووقفنا فيها بعدين نزلنا وانا نمشي رجلينا حبي يصلي ليحبي يتمشى ليحبي يعني مجرد بس نحرك نفسنا شوية وبعدين أنا بسلامتي لقيت حتة كده رمل وسع قوي قوي فقلت انزلت ماشية في الدنيا كانت لسه بان فانزلت اتمشية بليش فيك كدت بسلي ولا كدت بعمل وابعدين رحت بعيد خارس وبعدين رجعت بعد نص ساعة تقريبا كانت الدنيا بدأت تنور بس لقيت عسكري بناديلي بزعيق وبشخط انت اللي نار تعال هنا بسرعة عملت له ايه ده بزعق ده رحت هل انت مش شايف اليافطة قلت له لا مش شايف الدين اقدم اتار اليافطة مكتوب عليها حق لالغام ممنوع الاخترام وانا بسلامتي كنت بتمشى فحق لالغام ايه رأيكو جماعة ينفع واحد يتمشى فحق لالغام ده يبقى ايه يعني فقط توازنه خلص شكرك يا رب الحمد لله طوله ما عليش انما كنت الشايف واعتذرت ومشيت طبعا هو الرجل الزهر موقفين وحارس عشان ما يخليش حد يعدي بسه ومش افنيش بحصل ربنا سكر بس انا عايز اصور لكم يعني ايه حق لالغام ويعني ايه واحد يتمشى فيه يبقى فيه خطورة ولا ما فيه خطورة يا جماعة خطورة كبيرة جدا جدا طب نعمل ايه فيه كل الالغام دي في الجيش حاجة اسمها سلاح المهندسين العسكريين سلاح المهندسين العسكريين ده بيبقى فيه زباط وناس يعني جنود متخصصين في تطهير حقول الالغام وفتح مسارات آمنة تطهير حقول الالغام وفتح ايه مسارات آمنة يعني يعني بيبقى معهم اجهزة لكشف الالغام اجهزة تكشف الالغام معايا جهاز كده بشاشة ومؤشر لو قرب من لغم تلاقيه مؤشر ايه رح منور كده اي حاجة حديد يعمل كده ايه اشارة فيه زي مغناطيس قوي فاي حاجة حديد تلاقي المؤشر ايه عمل كده اشارة فبيمشوا بالجهاز ده يا جماعة يمشوا كده على الارض ويمسحوا الارض مسح كده واول ما الجهاز يعمل كده يبدو يقرب ويشوف بالضبط المكان بتاع اللغم يحفروا من حوالي كده حفرة صغيرة ويرقوا مطلعين اللغم من غير ما يدوسوا عليه ويفكوا الدايرة بتاعته وخلاص واضح يبقى الحتة دي مفهاش خلصوا الحتة دي يعملوا علامة حتة دي نظيف وينخلصوا اللي بعد يعملوا علامة وعلامة من هنا وعلامة من هنا وعلامة من هنا يبقوا كده فتحوا الجيش بتاعنا لما دخل سينة عمل كده وانسين عسكرين دول بدأوا يدخلوا فوسط حقول الألغام ينظفوا طبعا في احتمالات ان هم يصابوا في ساعات بتحصل الإصابات يعني حوال 2% يعني من كل 100 واحد ممكن بيموت اثنين يعني هذا خطر بس بس دول بيفدوا الجيش كله صح المهم يفتحوا مثار مثلا عرض الممر ده ده يبقى مصار للجنون يجروا فيه برحتهم بس محدش لا يميل كده ولا يميل خطر المصار ده مصار آمن لكن اي سلكة تانية ما يبقى امان طب عايزين يعدوا مصار للعربيات يروحوا وفتحين ايه مصار عريض شوية هياخد منهم مجهود بس يفتحوا مصار عريض تعدي منه الدبابات والعربيات مصار آمن غير كده محدش يتحرك لا يمين ولا ايه ولا الشمال بصوا بقى جماعة انا حكيت كتير تعالوا نطبق بقى احنا عايشين في وسط العالم محتاجين نمشي في المصار الايه الامنة فقط لان ماشي يمين ولا ماشي الشمال لو احنا جينا مثلا على الانترنت لو انا سألتكم كام واحد عندها انترنت في البيت علي ثلاث اربا اكو رفعين ايديكم صح مين عنده انترنت في البيت بكل يعني اول اغلبية العزمة الانترنت حق لالغام افتكروا الكلام بلا انا قلت الانترنت حق لالغام ما نمشي غير في المصار الامنة مش نتجول في حقول الالغام شوفونتوا دحكتوا علي ازاي لما انا كنت ماشي غصب عني في كل الالغام الشيطان يوقف يضحك على اي انسان واي انسان بيتمش في الانترنت كده وبعد انت طلع لها حتة ترح سحبها يمين سحبها شمات سحبها يمين سحبها تلاقي نفسها وقعت في مواقع وحشة فيها عري او فيها نجاسة او فيها شر حقل الالغام انفجر فيها ايه انفجر في وشي الالغام هتلاقوا مثلا موقع الكنيسة هنا بتاع الانبتاكلا في كمية رهيبة كبيرة جدا من عنوين المواقع الكويس دخلي بس على موقع الكنيسة هنا انبتاكلا هتلاقوا كمية من المواقع لينكس لينكس يعني روابط 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 بتاعت مواقع جميلة وممتازة سواء مواقع دينية او عايزة نزي ترتيل او صور او ارحان او غير او غير وفي مواقع اخبار وفي مواقع علمية احطها اللي بلكوا معاي احطها في الفيفوريتس اللي هي المحببات بتاعت وهي دي تبقى المسارات الايه الامنة بتاعت مش كده برضو انتو فاهمين الكلام الحاجات الكويس احطها عندي في الفيفوريتس وما ادخلش على حاجة تانية حقول الالغام مش للتمشي فيها الانترنت فيها 30% او اكتر من المواقع بتاعتها مواقع وحشة الناس بتعرض البضاعة بتاعتها مش هنقدر نقولهم لا بس احنا ما نش هنروح نشتري احنا عندنا الحاجات الكويس اللي نروح نشتري انا عندي سوق سوق فيه كل حاجة مش لازم اخذ اخذ الحاجة المفيدة اللي تلزمني والحاجة المضرة اللي تأزيني ببعد عنها مش دعوة بيه صح يا جماعة برضو الدش خاصة اللي عندهم دش بيتحرك التجول في القنوات الفضائية هو التمشي في حقول ايه فهمتوا الفكرة امشي في المسارات الامنة فقط انا عندي لستة انا اخضل يكون الدش ثابت واجمع القنوات اللي انا هشوف من اول يوم يركب في الدش كل القنوات الباقية تتمسح 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 تختفي من قدام مبحثش عنها تاني اجمع القنوات مثلا قنوات دينية على قنوات اخبارية على قنوات رياضية بتحبوا قنوات كارتون بتحبوا مثلا جمعت قنوات تلعوا تلاتين اربعين الاس الاس لكن اتنشح في وسط القنوات الفضائية اذا انا بتنشح في وسط ايه حقول الغان ممكن لغم ينفجر في وشي يضيعني تقولي يا ابونا بس انا اقولك حاجة في صراحة انا مرر في لغم ينفجر في وشي اقولك طيب يلا نلحق بسرعة نتوب ونخلي بالنا بعد كده حقول لا الغنية ونتمشاش فيها ابدا نروح نعترف ونوقف وبعد كده ابقى عرفة ممشيش غير في المسارات الامنة الامنة المرة دي ربنا سلم ورجعنا تاني الحضن ويمكن بعد كده اللغم ينفجر في وشي يشوهني يصدني اصابات بالغة ماشي فأولاد ربنا حذرين عارفين ان اللي عندهم غالي طهرتهم غالية قدستهم غالية المحبة في قلوبهم غالية ما يتخلوش عنها ولا يسيبوها تتعقر ولا تتشوه ولا يتمشو في حقول الالغام علشان ما ينفجرش فيهم الالغام ولا يتمشو في اماكن فيها نار كده باستهتار يتوم النار تشبك فيهم ولا يتمشو اماكن فيها شوك عشان الشوك ما يمشكش في هدومهم ولا يمشو في حتة مش نظيفة علشان هدومهم ما تتوسخش اختم بآية جميلة الهنة الكتاب المقدس في سفر الرؤية يقول ايه طوبة لمن يصهر ويحفظ صيابه يصهر يعني ايه يفضل مسح صح متيقز منتبه طوبة لمن يصهر ويحفظ ثيابه لألا يمشي عريانا فيرى الناس خزي عريته يعني يمشي عريانا يعني هدوم وتتسرق طهرت وتتسرق المحبة اللي جوه قلبه تتسرق قداسة عينيه وفكره تتسرق قداسة ودنها تتسرق فتبقى اتعرط من ثوب البر اتعرط من الفضيلة اتعرط من الحاجات الحلوة اللي ربنا كسيها بيها اتعرط نقول الاية ثانية طوبة لمن يصهر ويحفظ صيابه لقلا يمشي عريانا فيروا خزي عرياته حاجة وحشة خالص لو حد مش متغط او الحاجات دي لو تسرقت مني بر المسيح اللي مغطيني لو تسرق مني او اتعريت طوبة لمن يصهر وايه ويحفظ صيابه لقلا يمشي عريانا فيرى الناس خزي عرياته ارجو انحنا نحافظ على النعمة اللي احنا فيها ونفرح ربنا بسلوكنا الحلو ونعيش معاه واسقين انه هو رفيق حياتنا وهو اللي هيوصلنا السماء هو اللي هيدينا الميراس السماوي له كل المجد والكرامة الى الابد امين لسه ما اخترعتوش الوسيلة التانية مش كده طيب انت هتخترعوها عايزكم من هنا البكرة ماكسيمو تكونوا ابتكرتوا وسيلة للتعبير عن الفرح او التقدير او التحية غير ايه غير وسيلة التسئيف عشان دي هسش انا فتاة بالمرحلة الاعدادية وسامعت هتصبروا علي الخمس داي دي شكرا انا فتاة بالمرحلة الاعدادية واسمعت من احد التواف الانجلية ان السيد المسيح خلال الاربعين المقدسة شريبا اكل وشرب مش بس شرب اكل سمك مع التلاميذ وليه التواف الانجلية بنتي ما تفتحي الانجل واتطلعي اللي انت عايزاه التواف الانجلية ايه مش عندك انجلك بتاعك في بيتك ما تقري ده اكتر من مرة اكل عشان يأكد له منه هو المسيح ما هوش خيال وما هوش روح اذا كان يحوطني مجتمع يوجد به ناس غير مؤمنين كلنا متحوطين بالنس دي ومؤمنين ايضا ولكنهم غير صالحين فليمكن التعامل معهم وكيف طبعا هنعزل عنهم لا طبعا هنتعامل معهم بالاحترام والادب والعفة والمحبة والعطاء والبشاشة والخدمة ونبقى احنا محترمين هنجبرهم على احترام نفترض واحدة لابسة مش كويس كده بتجبر الناس على احترام واحدة لسانها ثالث تكلم على الناس كلام وحش هكذا بتجبر الناس على احترامهم لكن لو إنسانة امينة محترمة محتشمة لسانها مزبوط وتتصرف صح تبقى شاهدة امينة للمسيح اذا انفجر فيها لغم واعترفت بيه لكن بفضل افكر فيه وبيطلع لي في افكاري هم تشكر على اللي بعت السؤال لنا امينة مع ليش يا بنت هتفضلي شوية تتحربي بيه لكن اسمودي وصلي صلاة يسوع وقولي يا رب يسوع قدسني يا رب يسوع سامحني كتير كتير مع مرور الوقت سيضيع من خيالك وكل ما تيجي الصورة الوحشة دي خيالك حطي صورة الصليب والمسيح المسلوب قدام عينيك يقولي يا رب يسوع انت اتعريت من اجلي ومت من اجلي وصفقت دمك من اجلي انت رب اللي تترد عني الافكار الشريرة النجسة وتترد عني المناظر الوحشة صلي كتير يا بنت ورب نا هيديك قوة كويس ان اديك وشفته قد ايه الانسان ممكن يغلط غلطة يقعد يدفع في تمانها مدة طويلة يتهاون في مرة ويفضل تعبان بسبب التهاون ده مدة طويلة فمن الاول الوقاية خير من الايه من العلاج لكن هتبقي كويسة يا بنت مدام بتجهدي وبتصلي المسيح هيسندك وتبقي كويسة في سؤال هنا انا شاهدت صورة مش حلوة في الموبايل لكن اقلبت بسرعة اذا كان في رسائل حاجة وحشة زي كده تجينا في الموبايل نمسحها على طول ربنا يحفظنا من الحاجات الشرير انا بعمل خطية معينة يعني بقو خايف اقول لابونا يا بنت يبضل الشيطان مع الشش في قلبك ومتسلط عليك طول ما انت مش عايزة تقولي لابون وقبل ما تقولي لابون لازم توقف وقف جد مع نفسك بصراحة تقولي اخرت الخطية ايه اخرت الخطية حضيع حضيع حهلك لازم وقف وقف جد مع الخطية وروح لابون لابون حيساعدني ان انا اتخلص منها هي ديني تدريب وهي ديني كده حاجات تشجعني وتديني نعمة وهيصليلي لكن انا افضل مخبية الشيطان في قلبي وما اعمل حاجة غلط بواحدة يعني بتقول ان هي عمرت خطية يعني فيها كده يعني نجاسة او كده وازاي اعترف بيها لابونة وتبت عنها من فترة كبيرة انا سعيد انك انتي تبت عنها ولو انتي مش قادرة تقوليها لابونة حتى ولو اكتبها له كده في ورقة زي ما انتي كتبت في الورقة دي كده اكتبها له وقولي له يا ابونة انا دي انا استهترت كده ونسيت نفسي شوية وعملت حاجة غلط ولكن صليلي علشان خاطر يعني انا تبت عنها خالص وصليلي علشان افضل محافظة على نفسي ما عملهاش تاني ابدا زي ما بقولك لو انتي مش قادرة ان شاء الله تكتبيها لفقة انا بعمل خطايا واعترفت بيها لكن مش قادرة انسها زي ما قلنا انا حتى في كتاب حيات الطهارة حطت لكم سيرة القديسة مريم المصرية انا قاصد ادير القديسة اللي حطتها ثلاث صفحات علشان اقولكم ان الانسان اللي بيتوب عن الخطيئة ممكن يفضل سنين طويلة يتحارب بيها بس هي كانت تايبة ومحسب لها جهادها وكانت بتصرخ لربنا من كل قلبها لحد لما ربنا رفع عنها الحرب دي لكن مش معنى ان الانسان تاب ان الحرب تترافع لا هيفضل الشيطان يعكسنا شوية بس دي تدينا بقى فكرة ان احنا نكون حريصين ان احنا ما نورطش نفسنا في الخطيئة لاننا هنتعب بسببها جدا بعد كده واضح يعني ما ورطش نفسي في خطيئة باستهتار واقول معلشها يا حاجة وحتنتهي لا مش بتنتهي بفضل اتحارب بيها مدة طويلة بعدها فيبقى من الاولى ان انا كنت ابعد عنها من الاول انا واحدة عندي ايميل وبتكلم على الشات فقط مع اولاد بص يا جماعة الشاتنج ده انا الحقيقة مش شايف له فوايد الا في وقت يعني فيه ظروف محدودة جدا لو انا لي قريبة في الخارج مثلا وبوفر تمن التليفون ان انا اتكلم معها بالشاتنج لكن انا مش شايف ان هو غير ان هو تضيع وقت زائد انه ممكن اشبك في حاجة من الحاجات التي انا شرحتها دي اشبك في سلك اشبك في نار اشبك في حاجة مش منضيفة اعترب لغم اتكلم كده مع واحد ما اعرفوش ايه ده وبعدين حتعب وبعدين معرفش اسيبه وبعدين قعد اتوب واتعب قوي في الجهات ضد الموضوع ده وين اللي خلاني شبكت معامل اول بعدين بتقول لكني لا اقول اي معلومات صحيحة طب وانت اخدعي لي طب تضيع وقت ليه يعني هي عايز انت حافظ على نفسها ما بتقول لوش ابدا مثلا اسمها ايه وسكن فين وبتاع طب وبعدين يعني طب ما انت بضيع وقت طب وبت اخدعي ليه وضيع وقت ليه طب ما تعملي حاجة مفيدة بتعري تأخ كنيسة بتعري تعري في الانجيل تعملي ترانيم على الpowerpoint تعملي حاجات كتيرة حلوة انضيع وقت نا في الشاتينج ليه اعملوا شاتينج مع بعض انتم تتبادلوا فيها ايات من الانجيل تأملات بحوث لو في ايميلات بينك وبين بعض دلوقتي خدوا الايميلات بتاعت بعض ويشجعوا بعض على الحاجات الحلوة مش كده برضو ولا ايه شجعوا بعض على الحاجات الحلوة لكن نشبك مع اي اي ناس كده ده مش كويس الاسئلة مش هتخلص ده السؤال اللي قبل الاخير واحدة بتقول انا مش مرتاح مع اب اعترافي مش قادر اقول بطلع من الاعتراف مش بحيس ان مرتاح اسيب ولا كمل في ابونا تاني انا حاس ان ارتاح مع بس ما عرفوش انت ما تعرف بص يا جماعة حقول لكم ثلاث اربع مبادئ مهمة في الموضوع ده اول حاجة اهتم بالتوبة بتاعتك قبل ما تعود معلوم تاني حاجة ما تعتمديش على مشاعرك بس تالت حاجة ما تضحيش بسهولة بأب باعترافك اقول تاني اول حاجة اهتم بالتوبة تكون انت حسب نفس نفس كويس حسب نفس كويس وقفت تصلي بعد ما كتبت النقط اللي في اخطاء وقفت تصلي وتطلبي معونا من ربنا ورايح لابونا مستوية تايبة مزبوط مش رايح تحكي حكيات يقول لك يا بنت يا فين الخطيئة نشنين على الخطيئة وقل لي مش مجرد انك انت بتحكي الحكيات وانا استطبق منها وفي واحدة مش عارفة تعترف كويس ويمكن ابونا سكت ومش عايز يتكلم طول انا مش مرتاح عشان ما بيتكلم نيش ابونا ياخد اعترفات بقية الناس فنمرت واحدة اهتم بالتوبة الصحة حسب نفسي واندم وصلي واطلب معونة ربنا نمرت اتنين ان انا ما اعتمدش على مشاعري وبس المشاعر دي يوم فوق ويوم ايه طح يوم ابونا قابلني بابتسام الله انا اعترفي ده عزا وابونا في مرة كان مجهول فسلم علي بسرعة مش مهتم بي ما بيتصل بي ما بيقابلني كويس المشاعر دي دايما ايه فلكتيويت كده يوم فوق يوم تحت ما تعتمديش عليها هترفعك مرة ويجيبك الارض مرة تعتمديش عليها خليك معتمدة على التفكير السليم ابونا دقب باعترافي لانا باعترف عنده مش لازم هعمل معاه بقى صحوبية بقى ويقبلي معاه اوقات ويتصل بي يعني احنا عددنا جماعة قليل جدا جدا بالنسبة للشعب فارجو انكم تراعوا النقطة دي وما تعتمدوش بس على المشاعر تالت حاجة ما تعتمديش ما تضحيش بسهولة بقى باعترافك مش كل شوية نتنقل الشجرة اللي تتشال من ارضها وتروح تزرع في ارض تانية ما بتجيبش اخذ وقت عبر ما تتاقلم مع الارض التانية ويمكن ما تتاقلمش وتقول انا عايز انقل وبعدين هنقعد نتنطط انا اقول لكم بصراحة اللي بيعترفوا عند اباء كهنة ويقولولي احنا عايزين نسيبهم ونجيلك انا مقبلتش منهم يمكن تلاتة او خمسة في المية لظروف خاصة والباقيين كلهم بقولهم القات يعني اقول لكم بصراحة بقولهم ما تسيبوش اب اعتراف كل تربيته على قديل واعتبروني انا مساعد لو حبته تعودوا معايا في اي وقت او تتكلموا معايا تحت امركم اعتبروني مساعد لكن ما تسيبوش اب اعتراف مش من المصلحة ان احنا نقعد نتنطط على اباء الاعتراف وابونا ترسم جديد نروح له ابونا مش في صالحنا روحية خلاص سؤال شخوي وهو السؤال الاخير عشان الناس تصنعك بدل معيد انا سوفي راحي وانتي وانسا عندي الوقت دلوقتي لما بيكون في مثلا انا فرحة صفحة نت بلاقي اعلانات بيطلع فجأة مش كويسة وما بعرفش اخلص منها يعني هقفل بيار بيطلع لي واحدة تانية بقفل بيطلع لي وهكذا فعمل اي انتي فتحة اي انتي فتحة الايميل ولا فتحة اي بصحة الاعلانات الوحشة اللي ممكن تطلع لنا بنقفلها نقدر نقفلها نقدر نقفلها وفي ملاقع نضيفة ما بيطلعش فيها اعلانات خلص وفي ملاقع نقدر نقفلها ما نبصش عليها يعني بيطلع لنا حاجة هي بتبع عبارة عن زي سورة عشان تسحبك لموقع مش كده برضه الحاجة اللي مش مظبوطة نروح قفلنها على طول او نغير الصف نرجع لله قبله نروح لله بعده لو حسيت ان موقع كله بالمنظر ده منوش لازمة بقى ها نقفله خاص كويس اموام نكون حريصين يا جماعة حريصين حاجة وحشة هتلوس قلوبنا وتلوس السياب العرس بتاعي اشكركم الحسن استمعكم وارجو ليكم كل بركة في حياتنا اشتركوا في القناة